هو 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 حلوة حلوة جميلة بيني وبينكو الانتصار حلو والفرحة جميلة لما تبقى جاية من منتخب بلدك والفرحة أجمل لما تكون صناعة مصرية 100% النهاردة كانت المباراة الرابعة لمنتخبنا الوطني في التصفات الإفريقية ومن فضلك وأرجوك ما تقوليش مجموعة سهلة وما تقوليش مجموعة صعبة الله يبارك فيك أنت تقولي أن مصر لعبت أربع مباريات كسبت الأربع مباريات ولم تهتزش بكه يبقى ده أمر جميل عندك 12 نقطة خط 12 نقطة من الـ 12 نقطة وده برضو جميل عندك فرصة بقى في المطشن اللي جايين أنك تجرب وأنك تدي الولاد فرص عايز أقول كمان أن احنا بنكسب أجيال جديدة أن محمود صابر النهاردة بيلعبوا أنه أيمن عيد بيلعبوا أنه خالد صبح بيلعبوا أنه برايم عادل بيثبت أخدامه وأنه غيره من اللعيبة بالإضافة لللعيبة الخبرة أنت النهاردة بتلعب من غير صلاح بتلعب من غير مصطفى محمد ترزيجية على دكة البودلاء حمد فتح على دكة البودلاء ومع ذلك بتفوز على موريتانيا في موريتانيا في ملعب صعب جدا بهدف مقابل لشيء وهدف علامي يعني الجول اللي جابه برايم عادل جول جميل أنا ما شفتوش في مصر قبل كده شفتوش مع منتخب مصر ممكن في الدور العام كان موجود لكن جول جميل جدا 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 لو عندنا صورة لي هنعرضها على حضراتكم زكاء والولد لماح والولد لعيب كرة جميل وكان لسه نازل ده التركيز منتخبنا الوطني اليوم بيتأهل إلى نهايات أمم إفرخيا في المغرب الشقيق في ديسمبر المقبل رسميا كامل العدد بـ 12 نقطة من 12 نقطة من فضل حضرتك مدربك وطني مصري اسمه حسام حسن ومعه إبراهيم حسن ومعه طرق سليمان ومعه محمد عبدالواحد ومعه صعفان الصغير ومعه باقي الجهاز الطبي والإداري دكتور محمد أبو العلا وليد بدر وكل الأفاضل منه سامح وكل الأفاضل اللي موجودين هناك يستحقوا التحية ويستحقوا التقدير ويستحقوا الاحترام يستحقوا أننا نتكلم عنهم كتير ونقول لهم متشكرين الحملات اللي دايماً بتبقى شغالة دي أنا بأرجو أنها تتوقف يعني أنا مش عارف أنت ليك موقف من مدرب ليك موقف من إداري ليك موقف دي حاجة لكن اللي قدامك إيه؟ قدامك بضاعة حلوة بضاعة أكملها الهوى بضاعة جملها الهوى غير الفيلم لكن دي بضاعة جميلة فلازم كلنا نكون جنب منتخبنا الوطني أتمنى أنه الانتصارات تستمر وأتمنى أن الكابتن حسام حسن وأنا متأكد من ده أنه الفترة اللي جاية يبدأ يدي فرص وعلى فكرة زي ما وصلنا مع المنتخب لنهايات إفريقيا مبكراً حنصل كأس العالم برضو مبكراً وبافتكروا الكلام اللي أنا قلته مبروك لمنتخبنا الوطني مبروك لاتحاد كرة القدم المصري مبروك للمنظومة الرياضية المصرية مبروك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني المعاون مبروك للجميع ومن انتصار إلى انتصار بإذن الله مبروك للمنظومة الرياضية المصرية مبروك للمنظومة الرياضية المصرية